أهلاً ومرحباً بكم في قناتكم إنجليزي مع مستر باسم النهاردة هنبدأ أول فيديو في كورس تعلم أهم الجمل الأكثر شيوعاً والأكثر استخداماً في اللغة الإنجليزية طبعاً الجمل دي هتساعدك كتير في مهارة الاستماع والتحدث وهتطورم عندك بشكل جامد لو أنت تابعت الكورس للآخر طبعاً قبل ما نبدأ لو أنت بتتبعني الأول مرة بساشتعمل لايك واشتراك في القناة ويريد تعمل المتابعة لصفحتي على الفيسبوك هتلاقي حاجات كتير هتفيدة الرابط بتاع الصفحة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو ودلوقتي نبدأ الدرس بتاعنا أو الفيديو بتاعنا أول تعبير معنا What happens here? يعني What happens here? ماذا يحدث هنا? What happens here? بتستعمل التعبير ده لما أنت بتشوف أو بتسمع دوشة أو شيء معين وانت عايزة تعرف إيه هو الشيء ده فبتستعمل التعبير ده What happens here? What happens here? تاني التعبير معنا What's going on here? What's going on here? What's going on here? برضو معناه ما الذي يجري هنا؟ ونفس المعنى تقريباً بتاع What happens here? تالي التعبير معنا Tell me about yourself Tell me about yourself Tell me about yourself معناه بالعربي حدثني عن نفسك أو أخبرني عن نفسك يعني ده التعبير ده بتستعمله لما بتكون لسه متعرف على حد وعايز أو عايزوا يكلمك عن نفسه ويدي لك التفاصيل عن نفسه فبتستعمل التعبير ده هيفيدك طبعاً في الموقف ده نقوله تاني مع بعض Tell tell me about yourself Tell me about yourself رابع التعبير معنا النهاردة Do you accept me as a friend for you؟ يعني معنى التعبير ده معناه هل تقبلني صديق لك؟ ده طبعاً لما بتكون في مكان وبتتعرف على حد وعايزطر صدقتك عليه فبتقوله السؤال ده أو التعبير اللي احنا بنحفظه ده مع بعض Do you accept me as a friend for you؟ هل تقبلني صديق لك؟ What do you say? What do you say? What do you say? What do you say؟ What do you say؟ معناها ماذا تقول؟ لما حب عرف اللي قدامي اللي بيتكلم عنه بالظبط بعد كده What are you talking about؟ 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 يعني مال لازي تتحدث عنه أو انت بتتكلم عن ايه لما حب عرف هو بيتكلمني عن ايه بالظبط أو أنا مش فاهم اللي بيقوله فبقوله انت بتتكلم عن ايه أو ايه اللي انت عايز توصل هون مال لازي تتحدث عنه What are you talking about؟ بعد كده Are you crazy؟ 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 يعني هل انت مجنون؟ وده بس تعمل التعبير ده أو السؤال ده لما حد يضيقني أو حد يقول شيء غير منطقي أو شيء بالنسبة لي ما يدخلش العقل أو مش قادر أصدقه فهقوله Are you crazy؟ Are you crazy؟ هل انت مجنون؟ بعد كده الاخر تعبير معانا اللي هو Don't stop Don't stop Don't stop وده ما فهوم وسهل معانا لا تتوقف Don't stop بكده نكون خلصنا اول فيديو في الكورس بتاعنا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو الكورس ده هيفيدك جدا جدا لانك بدلا ما تحفظ كلمات والكلمات طبعا هتيجي تركب جمل هتلاقي نفسك عقلك مش قادر يجمع أو بيأخذ وقت على ما يجمع الجملة وجاز يجمعها صح وجاز يجمعها غلط لكن انت لما بتحفظ الجملة على بعضيها كده انت بتخلي عملية التحدث أكثر ثلاثة ده غير طبعا انك بتستمع هنا لنطق إن شاء الله هيكون نطق صحيح بإذن الله فبالتالي هتطور مهارة الاستماع مع طبعا جانب مهارة التحدث اللي هتطور عندك بشكل كبير لو انت حفظت كل يوم 8 أو 10 تعبيرات بالشكل ده أسيبكم في رعاية الله ونكمل إن شاء الله في فيديو جديد قريب جديد قريب